موسيقى دكتور عيمة دهلا الشعر الجاف والمتقصف شنو اللي كيسبب هاد الجافاف ديال الشعر كيفاش ايضا السيدة تعتني بالشعر ديالها وشنو هي احسن الوسائل اللي منصوح بها والوصفات غنهضرو اليوم ايضا على لاكيغاتين شنو هي واش نشجعوها اولا لا ولا على حسب وكان نضرو ايضا على الوليسا الجابوني في الحقيقة تقنيات اخرى اليوم متوفرة فشنو تختاري اهلا الله مرحبا بكم باسئلتكم 052-774-24 الشعر الجاف والمتقصف اليوم الكثير الاغلبية من السيدات من الشابات كتقول لك شعري يابس شعري كنحسبي بحلخيش شعري نشفلي شعري كيتهرس ما بقاش كي يطوال ما بقاش شفيه الخلفة شنو السبب دكتور عيمد السبب السبب الاساسي هو العناية بالجلدة ديال الشعر ديالنا والعناية بالشعر ديالنا من قبل انه مثلا كتلقى البنيتات في واحد لاج اللي كيكون شوية مثلا ديال المراهقة يعني كتبدا ديال 14 العام 15 العام تحتاني بالشعر ديالها فهنا شنو كيولي هنا كتولي اول حاجة ستتعمل ديال بعض المواد الكيميائية اللي كيمكن يضروا لنا الجلدة ديال الشعر ديالنا كيعتوى حساسية كي يغيرو لنا من نوعية ديال الافرازات ديال الدهون ان الدهون كتولي اما كتفرز بطريقة عشوائية يعني كتفرز بزاف ولا ما كتفرز شقع فهذا شي كامل كيغير لنا النوع ديال الشعر ديالنا مسألة اخرى استعمال العشوائي ديال الشامبوان اننا ما كنستعملو الشامبوان الخاص بكل نوع ديال الشعر حيث الناس اللي يصناعو هتها الاشامبوانات هاتي را مدام يديرو انواع ديال الشامبوان خاص بواحد نوع معين د毫ال الشعر فعرفوا علاش لان شعر المتقصيف مثلا يخصوا واحد الامواد ييكتكون خفيفة شوية مكتكونش كدرالبشرة ديالنا مكيكونش خيه التركيز ديال السئله طالع مكيكونش فيه التركيز المواد الكحولية التي تكون فيها كمواد حافظة لا تكون طالعة وكل نوع الشعر يتخدم لنوع الشعر التي يصلح له من جهة أخرى أننا نهملون الشعر لا نعطيه العناية لأن الشعر هو خاصة الجلده الشعر هو واحد البشرة التي يحينا ووحد البشرة التي يخصنا ديما نتغلو فيها وديما نحافظ عليها كيف نتغلو فيها؟ على الأقل نستعملو فيه زيت نستعملو فيه خالج زيوت نديروه كماسك للشعر دينا ولا نستعملو دي سيغوم اللي يكونو يتباعو في الصيدليات ولا دي سيغوم اللي يتباعو ديال الماركة الممعروفين اللي نحافظو به على الشعر دينا لأن الشعر إلا ما أعطيناه لوقاية نعرفو احنا رأى كل نهار كنتدخلو مع الحياة يعني كين ستغيس كين تلوت كين استعمال بعض المواد الكيميائية كين بعض المواد ديال التغذية اللي كتدخل لنا للدس ديالنا كذلك كتفرز لنا واحد النوع دي السومم فهد شي كامل كيؤثر لنا على الجلدة دي الشعر ديالنا وما كيعطيهاش ديك الحيوية ديالها باش يمكن لها تعطينا واحد الشعر زوين واحد الشعر اللي فيه اللامعان واحد الشعر اللي عنده واحد كيفاش كنقوله واحد القوة واحد الصيحة انه يكون صيحي شعر تبقى لديك الصحة دياله واحنا كن مرحبو بأسئلتكم مستمعاتنا غادي ناخدو بداية إلهم معانا من مدينة الريباط صباحك سعيد إلهم صباح النار علينا اهلا مرحبا بيك معانا على راديو أسوات شبارك شكرا بارك الله فيك سمعيكم كشكركم بزاف على الوصفات وإلى تفيل كتقدمونا في راديو أسوات باهي بارك فيك وبرنامجكم حديث ومغزل راقريب من كل مرأة مغربية مرحبا بك بسؤالي مرحبا بارك الله فيك وكنسلم على الدكتور عيماد وكنشكره بزاف على الوصفات دياله اللي احنا كنجربوها ونطمئن لها الحمد لله وأنتم شكر الجزائختي مرحبا الله يباك كل فرح الله يخليك أنا عندي بزاف ديال الزيوت حيث كنت استعملت واحد فيك هادر تالي اللي فيها آزير وهذا وزعتر وفلي وكانضم استعملتو لعمى مزيان غيرهما بقولية ما بغيتمش يخسروا بغتي لك هناك وصفات عمال اللي غادي واش نقدر نوضفهم للشعر بناتي شعرون تواد زعما كله كي تقطاعوا نعم أختي لا وانتي دابا هادك هادك ستيك هاد مزين الرائحة دابا اللي اضرنافه فهد الزويت فهد الزويت را مازل غادي بقولك لان مزين رائحة غادي تستعمليه استعمال يومي مرك هاد تقطعي هاد الخلطة هاد وشعر ذي اللي بنيتات متنا اللي بوتي تستعملي هاد الزويت هاده فهد تستعملي مع القاة صغيرة هاده يزيت ليزير مرحبا ومع القاة صغيرة زيت فليو يك كنت سمعين اختي مع القاة صغيرة هاده يزيت ليزير ومع القاة صغيرة هاده يزيت فليو وغا تزيد عنهم محدة لاتدل مع القبار دل زيت زيتون غادي جلدة دير الشعر وشعر ذي اللي بنيتة تخليه ساعة وتغسلل يعني ادلهم محدة ماسك يتخليه ساعة وتغسلل والعملية دير هاده لبنيتة تجوز للمرة في الأسبوع ودومي لها مدة دل تلت شهر بارك الله وفيك شكرا وعزك غير وخا خرج على الموضوع بنسبة لبطاقة كنت عطتي واحدة لصفة ديال اسميته الخزامة معرفتش واش تلاتة ديال دوك غادوك حبيبات صغيرين وريدات الوريدات دوك الوريدات ديال الخزامة كشت صغير وورين هم غاش ريتات دوك صغير وورين دوك الوريدات ثلاثة ديال الوريدات منهم فقط سافي بارك الله وفيك سافي بارك الله سوف تلغط ديالي هذيك الوصفة ان شاء الله تبايا لها وهذاك اليازير ووزع تروفلي وذلك الزيت ديالهم ضروري تتخليها لانها ما زال تستعملها كموزير رأيه تحية لك إلهم من غيبات اللي كتسمع بها البرامج راديو أسوات علموجة 95.7 سوف نأخذه فاطمة مدربدة سباحك سعيد فاطمة عليكم السلام ورحمة الله محبابيك ديرك تيسانا بسعيد محمد الله الله يبارك فيك شكرا لك بززاف مرحبا مرحبا بك شكرا مرحبا أختي مرحبا مرحبا أخي امد عسك بغان سولك عندي انا الشعر كيطح ليام اللي قطم بالتاف وكيتقرب أيه وسميته أختي فدابة مني كان سمعتك قلتي واحد كثي ديالة وكيتقرب وكيتقرب مني كيخلف شوية ثميته كيطح لي مرحبا لك واختي أسبق لك درتيش نوع ديلة ترتيب أختي لا لا ما كان ديرش أنا داك الشي لا يقوت أختي الاختي مزيت ومعاد هم عادي الزيت الرشيم القمح اضيتinh لwicى زيت الرشيم القمح مع الق CiCH بهذه الخلط هو اللي غتوليت ديريه سيروم بالليل صافي هتوليت دهنيه توليت دهنيه شوية تاخدي من النوع وفي الدكب حال هكه والدهنيه الجلده ديال شعرك والدهنيه شعرك وتخليه تباتيبه صافي وهذا السيروم هذا ما تقطعيش تديريه يومياً مشي نهاري نهاري يومياً وتبقى يمدوم عليه حتى تحسي بينا ذيك الشعرات ديالك ذيك الزغبات ديالك والتي مزيانة صافي ديك سعي لبتي تقطعي هذه الوصفة نحييك فاطمة مدربدة خدي ناخده الان ام هيبة من مدينة الريبات صباحك سعيد ام هيبة صباح الخلالة اهلا مرحبا بك معنا على رجو اسوات مباشرة في حديته مغزل مبارك الله فيك الله يجزيكم بالخير على هذه المجهودات التي تديروا معنا مرحبا على رأسنا وعيدينا ترعي مات بساف الوصفة ديالو مبارك الله فيك الله اخلي كان عندي بنتي عندها 14 عام ونصف تقريبا وتعلم تقشف بزاف ونا شف بزاف واخا كان هنا يعني كي يشرب ليها الزيت بزاف ومضرر بزاف هي اللي قتية سوري للدكتور عيماد وصفار بيجي معاي صفار بيجي معا سوري أعلم تقشف بزاف الممالين عن طوال البانية ها معا السوري غير مضرر احصصد ها معا سوري مالذي سوري ليستبقى هي مرات في الأسبوع المرات في الأسبوع المرات في الأسبوع المرات في الأسبوع ماشي مشكلة بالنسبة اللي بنيتغبت نسولك كتدير شي سباغة مواد كيميائية شي ترطيبة كديرت زيوت خلطة صافي والمهم غير زيوت حرسي بأن يكونوا زيوت طبيعية بدا باش نحيدوا هذا الشيق أن الزيوت ماشي طبيعية وفيها مواد أخرى وبالنسبة للسيروم سأتخذ فيه زيت لابوكا الزيت لابوكا الغني بالفيتامين يجدد الخلايا الجلد ويجدد جذور يجدد جذور في الفروة الرأس ويجدد الشعر الحالة الطبيعية زيت لابوكا غني بالفيتامين وتزيد على زيت الجوجوبة زيت الجوجوبة في الفريق ويجدد جذور ويجدد جذور هذا الجوجوبة فقط ويجدد الشعر في الصباح ويجدد الشعر سيها مسوعد سنجلبوا على أسئلتكم من بعد الفاصل خليكم معنا على راديو أسوأ ما ترون سامر على الشعر الجاف والمتقصف شنو اللي يضرر الشعر شنو اللي يخليه يبس ويولي جاف لهالدرجة هادي مازالين طبعا معكم وبالمواد اللي عندك هالله في البيت المواد الطبيعية الزيوت الطبيعية غادي تحصلية الوصفة ملائمة اللي غا تلقي إن شاء الله عليها نتيجة قريبا جدا مع وصفة دكتور عمالي المواد الناجحة والمضمونة والآمنة معنا ترعيماد بالنسبة للسيدات اللي كيسولوك دارو ترطيبة على صفحة الفيسبوك تيسولونا دارو ترطيبة ودارو واحد لو بخودوه بلا ما نذكرو الاسم ديالو اللي تسبب لهم في جافاف الشعر فهذا الحالة شنو هي المادة الطبيعية اللي خاص سيدات تستعملها بشكل مباشر أكيد فاديما كان أضرع لازي تلوز الحلو اللي فيها مضاد الحسسية وفيها القوة المرممة ما زلان ما عندكمش زيت اللوز الحلو أنا رأطيكم مثلا واحد تلاتة دير الزويوت أنا رأطيكم زيت اللوز الحلو زيت البابونج وزيت الكامون ما تحيدواش من بالكم زيت الكامون زيت اللوز الحلو زيت البابونج اللي القاتفة هذه الزويوت هذه أختي ستستعملها ستدهنيها كل ليلة يعني دهنيها على الجلدة دير الشعر ديرك بلا ما تدهنيها على الشعر و تباتي بها ستستعملها مدة دير شهرين عدم المراهلة ستصيب شي وصفة ولا تدريك شي حاجة للشعر ديرك فهذا الزويوت هذه وحده فيهم هذي تكون زيت مرممة ولكن أول حاجة كان زيت اللوز الحلو ثانيا زيت الكامون و ثالثا زيت البابونج يوسف كتسمو لك الكثيرة مزيان للشعر دكتور عماد فالكثيرة ما عنداتش علاقة بالترطيب دير الشعر لأن المواد اللي فيها ما عنداش ما كتأثرش على الجلدة دير الشعر فما كنصحش بها لأنها ما غال يعني غال زايدة ما غاليش تعطينا واحد ودائما هاملين سؤال جواب معكم مستمعتنا على خطوطنا مباشرة صفر خمساتين وعشرين سبع وسبعين أربعة وعشرين وعشرين ما تنسوش السحب للقرعة فما زال عندكم فرصة باش تبعتوا بكلمة حديث على رقم خمسة وخمسين تسعين في رسالة قصيرة اسم 8 رسالة سبدراما احتساب الرسوم كانت من لكم حد سعيد خديجة معنا من ربط أهلا بيك خديجة أهلا بيك خديجة يا ريت يا خديجة تحيدي الكيت باش نسمعوك أعطي الصوت ديالك ما واضحش هدري معي عفك بالتليفون أحيدي في هات البلاصة يمكن ما عندك شريزو حيث بحالي لفش بلاصة غامقة ما نسمعوهاش وحنا يا دائما كانت تواصلوا معكم مباشرة على كل ما كهم الشعر الشعر الجاف الشعر المتقصف فاطمة صديق كتقول لنا عفك اغتي سناء عندي شعر ناشف بزاف تكلمنا قبيلا على الماء شنو أهمية الماء شهل السيدقة لنا كتشرب اترو في المهار وش اترو كافي دكتور عيماد ما كافيش خصنا على الأقل اترو نصر على الأقل جوج يترو ما يترو نستا يترو نصر شوية المهم كنقول لنا اللهم لعمش ولا لعمة فخصنا جوج يترو ديال الماء فما فوق الماء سافي كنظر نعمل لي عني دو لليكر اترو كفjor التيجدنا الماء بوحدة تكون جوج يترو ديال الماء في اليوم على الأقل لان الماء كنظر كما نقول ديعل الماء الماء هو ذكى يعطينا التفاع ونصر الماء هو يقع المواد المغدية تتمشي لنا الجلده ديال الشعر صح � vois تغزيرنا الص به الماء هو ذكى يحسن بدم ممال Bron rewrite شعذ يحتى دم لك تحسن إذا أخذنا الماء والتي تحسنت لنا الجودة ديال الدم نعرفوا بأن الأكسيجين يوصل مزيانات والتي توصل لها المواد المغدية اللي هدرت عليها دابة والماء مادة أساسية للشبابية والمرونة ديال البشرة ديال نكا كل نعم، نحن نريد كذلك أن نجاوبوه لأخت أم السعدية أم السعدية التي تقول لنا عندها وصفة عندها تساقط الشهر و أبغاد شي وصفة أيضاً أشنو تدير أم سعدية على أصف حد فيسبوك سنة زعيم أسود نعم، فأخت أم سعدية كان قولها تديري الوصفة اللي قلتها ديال زيت القطران زيت زيت زيتون معلقة كبيرة من كل زيت كتخلطيها كتدهني الجلدة ديال الشعب ديالك والشعب ديالك تخليها مدة ديال ساعة و تصلها العملية كتديرها جود المرش في الأسبوع و تدوم عليها مدة ديال ثلاث شهر عندنا مسمعاتنا على الخط دائماً غادي ناخده الآن كاريمة معنا من الدخلة أهلاً بك كاريمة أهلاً بك كاريمة أهلاً السلام عليكم عليكم السلام الحمد لله الله يبارك فيك كاريمة أنا قبل التحية كبير لكم الدكتور عيمة الدكتور رحيل اللي كانت تكفي من نحية ديالوصفات كنسكركم جزيب على البرنامج تخجزكم بخير مرحبة وهذه شهادة كنفتخروا بيها و شنو سؤالك؟ أهلاً يجب أن تكفي من خلال الدكتور عندي شعر كتح جزيب عندي تكسر مع العلم أنني عندي خلالة في الغضة الطرقية كنفت وعدها نعم المشاكل لديه مشاكل بزرس من ناحية شعر كتح ليه بوحد شكل خيالي يعني ديم مجرد غير الديفرنسي كان هزاراً ديالصار نعم وديه عندي تنو مشكل ديال نقصان في الوزن بزرس يعني ديم مشكل ديال خلالة في الغضة الطرقية وش هو يقضعكم كده وخة كتعلجي كتعلجي لهذا الطراب هدد الغضة الطرقية؟ آآ رمت دعم مع الطبيبات لناخد خطرهم ديالدواء وهاديما أخرى خليت بزرس لهذا بزرس كنستعمل عيوم ويال بالليل واش تقدر سعطني نتيجة مع العلم أنني كان عاني من خلال مغضة الطرقية وخة سؤال مهم سؤال خليك معنا في الاستماع أنا عغل ناخد الأسئلة الأخرى ونرجع لك دكتوريما نعم أكريما سؤال أخوة معدي ما كنحاول نتصل بكم ما يجب ذلك ما يخير غير أنا ما عمنا نستهد انه لدي شي حاجة الوجهي يعني مكان دياله موكيش لتحاجة وبغيتي لدي شي شو ميرات شنو نوعية البشرة ديالك سؤال أعرف شي كنو عمنا لي بسي حاجة بزرس كنسحك أنك تمشي الصيدالي فالصيدالي غادي يعرف غادي شوف نوعية ديال البشرة وغادي يعطيك إن شاء الله الكريم الخاص بك صافي؟ هادي أحسن طريقة لأنه إلا ما عرفتيش نوعية البشرة ما نقدروش نساعدوك نعم مركزت على الصيدالي لأن الصيدالي كنقول الصيدالي لأنه هو اللي يمكنه يعرف النوعية ديال البشرة ديالك وغادي يعرف داك المواد اللي كتمشي مع البشرة ديالك ويعطيك إنك خوني غا توليك دائماً كتستعملين إن شاء الله معنا إلهم المراكش مرحبا بيك معنا في حديث ومغزل على أصوات السلام عليكم أختي كديرا بخير الحمدلله إلهم الله يبارك فيك كديرا أستاذ دعينا تلبس عليك بخير أختي منك أسمع صوتكم الحمدلله أربي خليك أستاذ الله يجيزك بخير نعم يبارك فيك مرحبا حسنك أستاذ بيتنسولك أنا عندي القوات غسات حاوم وعندي مشكي لذيار شعري كيتح بالزياد وجي مؤخراً نتشفت حكوم مؤخراً وجي خرز ليار فيها بحن كله ليطاش كله عمر ليار بليطاش نعم بالنسبة لشعري يجرب ديك لصفة ديالك ديال فيه حلوة المهم عطتني واحد ناس إذا حنت كانوا شعري ناس في ليار بزياد وكيتح المهم غبق ليار شعري ما بقتش ديك نشوفه فيه بزياد ولكن بقي لحب الأنكي طوال شوكي وليتقطع ماذا حل المدة استعملت يا أختي؟ بقرباً دبا شهرين ونس دابا وأنا كنستعملها ولكن كنستعملها غير مرات الصمانة مرات في الأسبوع مرات في الأسبوع إذا دبا شهرين ونس دبا حاولي لقد استعملها جد مرات في الأسبوع ما قديتش رأت سنى واحد شوية سنى واحد شوية المدة سابق؟ حتى الشعر ديالك رأنا شف بزاف واشتعنا الحالة كيفاش عاوتينا الشعر كيفاش داير فهنا غر تضي البال لأنك خصك شوية المدة تزيدها زائد الغندة الضراقية اللي غادي نهضر عليها ونهضر علي المشاكل دياللي كيمكن تسبب بالينا للشعر خليك معنا في الاستماع غادي نجاوبه طبعا كيف قال دكتور عيمات غادي ناخدو سؤال آخر ومستمع أخرى معنا أمينة مداربيضة أهلا بك أمينة سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بس الحمد لله يبرك فيك بخير اخي اختي مكاس مصوتكم الله يبرك فيك أخي انا السعر جاف ومتقصف بالجاف والداخل بي في حال تقريبا دروج من درجة دكتور ودبا دكتور قلتي رأتعطي واحد الوثقة ديال زبات الكتن وانا حاملة عندي سبع شهر وش ممكن نديرها مشي مشكل شكرا دكتور انا بغيت نسولك امينة واش الضغبة ديالك الضغبة مني كتشديها من جدر تل الطرف ديالها واش كتشوفي انو الضغبة كين بلاسة فيها كتغلاض وبلاسة كترقاق غير جدر اختصانة هو اللي مدرج انا ملتحت معاهم مشكلة شكرا انا اختصان لا شكرا على واجب والله يفكو حيلك على خير يا ربي امينة منين تولدي امينة عي طيلين فرحو معاك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مرحبه على راسي وعينيه ومتمنيات لك بموفور صحة والسلامة لك والجانين ديالك ان شاء الله دكتور عيماد السيدات اللي عندهم مشاكل ديال الغضة الدرقية فاتحين على القواتخ واش الغضة الدرقية كتتطر سلبيا على الشعر وكتخليه طيح بشكل مباشر شنو الحل اذا من طبيعه الحل بعدها اول ان تكون عندهم التغذية ديالهم قصوا ما يرضوا لها البال تكون ديالك التغذية سليمة ونستعملوا دبهم عندهم مسألة اخرى اننا غدي نستعملوا شوية غندخلوا شوية ديال الخضر وندخلوا شوية الفاوكي حيث خسنا خسنا الالياف وخسنا الاملح المعدينية والفيتامينات الطبيعية اذا غدي ناخدوا وهذه وصفة خاصة الناس اللي عندهم الاخوات اللي عندهم الغضة الدرقية بالعناية بالشعر ديلهم نعم اذا غناخدوا زيت الافوكا زيت اللوز الحلو زيت نوار الشمس قشور ديال اللفت القشور ديال اللفت البيض اللفت البيض وقشور ديال تفاحة خضرة فيه فالكوكوبيتين اللي كانت في اللفت وطفاحة الخضراء لدينا القشور درقون هدو جوج مواد أساسية لتغذية ديال البشرة زيط الفيتامين او ديال الافوكا لميكدالين دياللوز وكنزيدوها القوة دياللوز زيت نوار الشمس زيت الافوكا زيت اللوز الزيت اللوز اللوز نتخيذوه كصغير قشور اللفتة وحدة وطفاحة خضراء وحدة كناخدوا القشور دياله هاد المكوينات كاملين كتحطوهم فوق العافية ماشي في حمام مريم مباشرة على النار وكنتخليو حتى كتطلع الغلية اللولانية يعني غير بدي غلة شوية كنحطوه وكنخليوه ليلا كنصفيو هاد الزيت هادا هاد الزيت اللي كتوليو كتدهنوه على الجلدة دير شعركم مشعركم كتخليوه ساعه وكتقصلوه كتديروها جدو مرات في الأسبوع وكتدومو عليها مدة ديال الثلت شهور على الأقل وبالنسبة لي كديرو وصفات اخرين فيمكن تديرو هذه الوصفة وديرو وصفة اخرى من مورها ماشي مشكلة يعني يجدو مرات في الأسبوع بالنسبة للوصفة اللي فيها زريعة الكتان اللي هي الكيغاتين طبيعي ولممكن تحطي المفعول ديال الكيغاتين بشكل آمين نعم فهنا هاد المادة هادى زريعة الكتان نستفدو بها بواحد المادة جديدة اللي غندخلوها الماء هي القوق ندخلوا واحد القوق اللي فيها لغويتاتيوين لكترفع لنه المفعول ديال الترطيب يعني من بعد إستعمال القشور دالالبت إذا إذا بحنا هاد نستعملو الماء ديال الكوق نعم الماء ديال الكوق اذا هذه هي الوصفة وهذه المادة الجديدة في هذه الوصفة هادي غت تاخدوا زريعة الكتان البابونج الحب السوداء الققة وطروا دية الماء لتردي الماء نعم دول مقائد؟ زريع الكتان جوج مع الكبر معلقة كبيرة من البابونج و من الحبه السوداء يعني معلقة كبيرة البابونج و معلقة كبيرة الحبه السوداء و قوقة وحده هادشي كامل كتحطوه فواحد الاناء كتخويه عليه الماء و كتديلوه اغلافه فوق البوتا يطرد الماء هذا المكونات كامل تغليها فوق البوطة تغليها حتى تعقيد يعطينا محلول عقد يعني لازيج لنزريك كتام تعطي ذلك نعم فيسكو إذا لازيج إذا نصفيه هذا الخالط من بعد نصفيه مباشرة في قرية علم تدخل شاشعة الشمس تدخلوه في تلاجة هذا الخالط كتشقوه بي شعركم يعني تدهنوا جلده الشعر والشعر ديلكم غير هنا الفرق أنكم تدخلوه ساعة ونص ساعة ونص ندخلوه هذا الخالط بشعر دينا حتى يشرب مزيان وكتستفد منه السيدة ويش تساعد بأنها تغلف شعرها ولا تدهنوا مثلا شي فوطة دافية لا تحتاج لا تحتاج لأن هذا يكون سريع الانتصاص وهذا الماسك السيدة تدهنوا من جدر ديال شعرها ويحتاج شعر يعني يزيد الشعر مزيان ترتيبة طبيعية ومن بعد كي تغسل مرة في الأسبوع وعلى الأقل مرة في الأسبوع ودوموا عليه القليلة واحد تلت شهر لأنكي الشعر يحتاج واحد ترتيبة طبيعية خاصة وصفة جديدة اليوم كيعطيها لنا دكتور عماد اللي كتعود لكي غاتين واللي كتعطيك ترتيبة طبيعية مضمونة وأمينة كنعود ندكرو فيها زريعة الكتان فيها البابونج فيها الحبة السودة فيها القوق وهذه المكونات كيتطبخوا في الماء المقادير والوصفة كاملة كنعود ندكرو بها وتلقاوها على صفحة الفيسبوك الزعيم أسوات اللي كنسلم فيها على كل أخوات وكنذكر بوشرة مرحبا بك هي هذيك الصفحة كذلك أميرة أميرة هي هذيك الصفحة مرحبا بكم ولكل أخوات اللي كي يسولوني الآن على لوسيت ديال الشيف بوشرة بن شرقي احنا يا كنقول لكم على أنه ممكن تزورها على صفحة ديالها ألوب ريوات دكتور عماد هاد الوصفات باشي نشحوا خاص المواضبة عليهم المقدر المواضبة ويكون المكونات الطبيعية يعني تلسدي الحويش موسيقى 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 موسيقى